عملنا الخمس حاجات دي أو اتكلمنا فيهم وبتدينا نعرف بعض طب ما هو طبيعي هنبقى مختلفين لأن ما فيش اتنين توقم يعني التوقم هيبقوا مختلفين برضا إيه اللي خليني إيه اللي أنا كخطيبة أقول آه دي أوكي هتعدي لا دي ما تعديش تختلف قوي قوي من واحدة للتانية بس عايز أقول مبدأ إن أنا خش الخطوبة عشان فيه كتير قوي بيحصل الخطأ ده إن أنا خش الخطوبة عشان فيه زي ما قلنا تأثير هالة معينة إنه مثلا أنا شايفة إنه هو قمر جدا وجميل قوي فمش شايفة بقية التفاصيل فمحتاجة فوق نفسي إنه الحاجة الحلوة بنتعود عليها الحاجة الوحشة ما بنتعودش عليها يعني إنتي لو دخل حتى برفن حلو قوي أنا هقولك الله البرفن ده حلو بينها باطل أشمه إنما لو في ريحة وحشة في الحطة هفضل شميها طول الوقت فالمهم قوي إن أنا أشوف أعدي مرحلة تأثير الهالة ده وأفكر بقى بدماغي فيه سمات شخصية وفيه طبع سمات الشخصية دي اللي هي عليها حامل وراسي عنيف جدا حامل وراسي عنيف جدا فبالتالي ببقى بدمي حاجات مش هتتغير زي ديني أمثلة زي الشك واحد شكك مش هتغير خالد حتى لو كلمت معي أنا ما بحبش الشك خالد تمام إطلاقا زي إيه تاني زي البخل واحد بخيل مش هتغير زي الاندفاعي لو حد مش بمنطق الأمور زي العصبية فاكرة ما كان عندنا من حلقتين طب ما دي اطباع أنا هو بقولك طبع مندفع ولا دي مش طبع مش طبع طب يعني إيه تباع بقى؟ اطباع الحاجات المكتسبة بالعشرة مثلا طموح خف الدم عنده مثلا بيحب سفر ما بيحبش سفر دي اطباع دي ممكن نختلف فيها فوضوي دي ممكن نختلف فيها وممكن تتصلح شوية إذا الفوضوي يتصلح؟ شوية طب والله كوي طبع شاميش قوي بس مش طبع في أمل لا لا أولايل بس ما بدأ إن أنا أخش الخطوبة بقول دي حاجات عجباني فيه ودي حاجات أغيرها ده ما بدأ خاطئ جدا أنا يا حقبل الشخص الباكتج على بعض وكده فهقول في حاجات تناسبني وحاجات ما تناسبنيش إنه طبعا لازم أبقى في حاجات ما تناسبنيش بنسبة بس أنا حقبل الباكتج إيه ما أقول لا الباكتج دي مش نفعيني فبالتالي ما فيش داعي والعكس ممكن أبقى أنا فعلا مش نفعين نعم فما فيش داعي إن أنا أقبل على حاجة زي كده من الأول دور